بادرة أخرى في اليمن لفتح الطرق المغلقة منذ سنوات هذه المرة في تعز حيث أعلنت جماعة حوثية عن فتح طريقين الأول يمتد من الحوبان سوفتيل قصر الشعب الكنبة وخصص للمسافرين ووسائل النقل الخفيفة فيما الآخر يمر من خط الستين الخمسين مدينة النور بإرباشة وخصص لشاحنات النقل الثقيل والمتوسط قطوة الحوثيين الأخيرة رحب بها رئيس اللجنة الحكومية للتفاوض بشأن فتح طرقات تعز عبد الكريم شيبان وقال إن فتح الطرق هو مطلب أبناء المحافظة من قبله مضيحا أن الطرقات من جانب الحكومة مفتوحة بالكامل شيبان أكد العمل على التنسيق لوضع نقاط عسكرية لتأمين عبور المواطنين والشاحنات حرصا على سلامتهم داعيا إلى فتح كل الطرق الرئيسية المؤدية إلى المدينة وإزالة كل ما يهدد حياة المواطنين تأتي التحركات الأخيرة في تعز عقب أيام من إطلاق مبادرة مجتمعية لفتح طريق البيضاء مأرب بعد سنوات من إغلاق الخط العام والذي يعتبر شريان حياة يصل المغتربين اليمنيين بالسعودية عبر العديد من المحافظات وخلال سنوات الحرب الطويلة عانت مدينة تعز الكثير في ظل تدهور الخدمات خاصة الكهرباء والمياه وتداعيات إغلاق الطرق والمنافذ جراء الحرب المتواصلة للسنة التاسعة على التوالي على مدى سنوات الحرب في اليمن بقي ملف الطرق المغلقة أحد أبرز الشواهد الكارثية على ارتدادات الحرب وتأثيرها الكبير على المواطنين عبر قطع أوصال المدن وتأزيم الوضع المعيشي والمجتمعي لتأتي المبادرات وتبعث الأمل من جديد في أن تنتهي الحرب ويجد السلام طريقه إلى اليمن ترجمة نانسي قنقر